ولأن هذه الدعاءات وأنا أعتقد انفعالات ليست واقعية وليست حقيقية وإنما تأتي بسبب المصالح ومصلحة سياسية الشخصية للكتلة السياسية معينة للأسف الشديد خطابات انفعالية التهجمية التهكمية لا تنفع البلاد أنا سأأجي على الخطابات وغليني أحكي على القانون هو جزء من الخطاب هو الاتهام بأن الإطار التنسيق الشيعي أضرب المواقع في حين إذا ننظر ببساطة أولا الإطار التنسيق الشيعي لم يرفع دعوة ولا نوابه إلى المحكمة الاتحادية بل جاءت هذه الدعوة من نائبين مستقلين إلى رئيس الجمهورية ثم إلى المحكمة الاتحادية ثانيا هناك أطر دستورية وقانونية ممكن لعمل بها عندنا قانون إدارة المالية هذا القانون مقر في مجلس النواب ويعطي صلاحية للحكومة بأن تأخذ الأموال بطريقة السلف وتعطي وتوزع متى توقف الدولة العراقية هذه أكذوبة أراد الآخرين أن يسوقوها حتى يجعلوا منتظما سياسيا في طائلة الاتهام من قال هذا؟ الأخ الأستاذ الشيخ عدنان فيحان كان عنده تصريح واضح وصريح وهو رئيس كتلة وقال أنه في اللجنة المالية جلسوا وتباحثوا حتى يهذبوا ويشذبوا ويقرروا أن هذه الأموال والتخصيصات التي خصصت لبعض الوزارات أو لبعض المحافظات فيها هدر للمال العام وفيها أبواب من أبواب الفساد فبالتالي لم يرفضوا القانون مطلقا هذا أيضا مشكلة كبيرة نحن لسنا جهة قضائية حتى نأتي ونطعن في القضاء مرة لأنه لم يتوافق مع مزاجنا السياسي ومن قال بل العكس أبناء حقيقة الإطار التنسيقي هم من ضحوا وقدموا دماء وشهداء وكل شيء في محاربة كل الآفات الاقتصادية أو الاجتماعية على طيلة سنوات نعم هناك أخطاء يجب أن تكون هناك معالجات لكن ليست بهذه الطريقة